طرحت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب القانونين للحوار المجتمعي أمس بعد الانتهاء من تعديلهما ومن جانبها كشفت مصادر باللجنة عن تخصيص 480 مقعدا للنظام الفردية وثلث المقاعد بنظام القائمة للمرأة والثلثين لباقي الفئات الأقباط والشباب والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين المصادر أضافت أيضا منح الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح في قائمة واحدة وعلى الصعيد الأمني أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم استعداد قوات الشرطة لتأمين الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل محذرا جماعة الإخوان من أي محاولة لاستهداف يومي التصويت وقال الوزير إنه تم وضع خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع القوات المسلحة فضلا عن عقد اجتماعات مكثفة مع الأمانة العامة لتأمين استحقاق المصريين على مستوى الجمهورية وطلب الوزير جموع الشعب بالنزول إلى سندق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم دون التخوف من أي أعمال ترهيب أو عنف تقوم بها أي جهة لمنع وصول المصريين إلى استحقاقهم الثاني وعن الأمن في الجامعات قال الوزير إن جهاز الشرطة حريص على عدم إقحام الأمن داخلها رغم أن هناك حكما قضائيا بعودة الحرس الجامعية مؤكدا أنه تم عمل تقرير أمني بضرورة إغلاق المدينة الجامعية بالأزهر حتى انتهاء انتخابات الرئاسة حتى لا يتم تشتيت قوة الأمن وأوضح إبراهيم أن جهاز الشرطة كان مخترقا أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وكان يتم التعامل مع هذا الاختراق بتدعيم جهاز الأمن الوطني الذي حاول الإخوان تفريغه من مضمونه